راوخ ماذا؟ ما أنساها هويها خير علي طابب ومصاصي تحس أنك أنت مسؤول اليوم عن فرح أنا اللي مثلاً تبت زعليني يزعلي فرح الأمان فرح حقيل وآدم كل شي بحياتي وإيه هي يوم مرضت؟ فأنا وديكاترا يشوفوني يخافوني قلت لها وعد مني راح أوصلك حق أبوتي بأي طريقة وأنا ما أصبع عليه من داخلي أقول الحمد لله أن هذا زوجي وعايشين بعالم ديزني لأنه هو يستاهل أحسن نسخة من فرح أمو تشافت قادم ولا لا؟ أحبينها فرح أحبها لدرجة أن أودّي ابني هيلو فستقة أحلى ولد في المنطقة الله على المقدمة أحلى مقدمة أحلى مقدمة في الدنيا فستقي وريش فستقي وكل شي أنا حين أشوفه بحياتي فستقي فستقة كل شي يعني تخيلوا هالأغنية من كتر ما ديش في بالقم تقنية حق ديم ابني هيلو فستقة أحلى ولد في المنطقة شنو آدم بعيونكم اليوم؟ آدم بالنسبة لي أنا عالجني علاج علاج يعني أتكلم مع نفسي شون أفكر مع نفسي فوايد ووايد ووايد غير فيني أشياء حلوة الجملة عقيل نفس لقطتها علاج أعتبره علاج لون بيتنا بيتنا كان تقريبا يعني فاضي بالنسبة لنا لو شنو نملي أي شيء أملي في الأثاث وأسوي ديكورات فاضي أحس إنها ما في ألوان بعد آدم صرت أشوف كل زاوية في البيت لو ما في أثاث لو ما في شيء ألوان أي وصوتها يعني سوى جو في البيت ومثل ما قالت عالجني من مرحلة ممكن أنا فيها يعني اكتئاب أو مثلا زعل أو غيرها وايد من وايد نموحي أي خلاني أشوف الحياة بشكل ثاني وخلاني يعني سعيد بالبيت إن كنت وعلى فكرة من أول ما يا آدم يعني أنا بالنسبة لي عشر بالمئة أطلع من البيت إحنا أصلا حسينا إن هذا بيتنا لما نولد آدم بالضبط ترى الجواب وايد عميق وايد حلو الجواب أحس فيه شوفه لأنه أنت وكنت نظرينه وأنا أؤمن بالتوقيت المناسب والمكان المناسب لو كان آدم مو موجود أو موجود في ظروف سابقة كنتوا ما رح تحسون لحاسيس اللي أنتوا قد تمرون فيها صح فالحين فرح وعقيل إنتوا مثل اللي شايفينكم الناس ولا عكس اللي شايفينكم الناس مثل اللي شايفينه بالضبط 100% بالضبط بالضبط أحب أحب هذا أصلا اللي خلى الناس يعني يتقربون منه لأنه إحنا مثل ما إحنا حتى مثلا لما أطلع أتكلم معاهم وأي شيء أسولف ما أحب أن أرتب ما أحب أن أرتب كلامي ولا أن أفكر بموضوع أحب أن أتشذي أصور على الله ارتجال أي قبل أحس أكس اللي شايفينه قبل وايد يعني قبل آدم طبعا أوكي يعني أنا ترى بالنسبة لي آدم وهو بداية بداية مرحلة يديدة بس قبل آدم أحس إننا كنا نمثل إننا إحنا وايد سعيدين وهذا الشي كان جدا متعب ترى وايد متعب أن تتمثلين أو يعني أكون سعيد طول الوقت أو إن أنا سعيدة وما أقدر وما يعني ما نقدر نبين هذا ما نقدر نطلع هذي الجوانب إيه لا مثلا ما تقدروا نطلعون خلافاتكم أي أكيد أموركم حتى لو أنت والاثنين كما تزوجين تختلفون محتاجين إننا تجاملون على الكاميرا هذه الأحاسي صارت مرات نكون متهاوشين ولازم نسوي إعلان مع بعض مجبورين يعني أنا مرترف واندي بعض الله فالنغزات تكون على الصمونة بس هي علي علي آنك صح 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 قلوا أحب أحب نقطة التحول في حياتكم أنا الفتتني أجذبتني قمت أسمع لكم أكثر أشعر فيكم أكثر خلي نحن زملاء أو أصدقاء في السوشال ميديا بس لما أشوفكم على الكاميرا قمت أشعر في نوع من الفرحة والسعادة ألمسها وأحسها قبل ما كنت أحسها العمر يركض فشنو الليل حين ما تحقق حق فرح وعقيل كبرنا صح يا فرح كبرنا هذا مشهد هذا إيو الله مشهد مشهد ومخاطرة يمكن كبرنا لا توننا ما في الأشياء اللي ما تحققت؟ هو في أكيد من ناحية الأهداف اللي تخص مثلاً حياتنا وشغلنا ومشاريعنا فيه وايد أشياء ما تحققت بس أحس أن أنا حالياً الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني أحسني وايد راضية راضية كل اللي عندي مكتفية راضية ومكتفية الحمد لله عقيل وايد أشياء يعني حتى لو بتفكرين فيها عن الشغل مثلاً في وايد أمور بخاطرين أني أسويها بس أنا أحسهم الحمد لله يعني بعد آدم صار الموضوع أن الحمد لله يعني هذا أفضل شيء ممكن صار بالسنة اللي فاتت وأفضل مثلاً شيء أو حلم تحقق بالنسبة لنا كل شيء صار صغير بعيوني وكل شيء حسيت أنه تافه ما لا معنى ما لا معنى ولحقين عليه وبعد ما يا آدم أحس أنه صرت الحين صار عندي لقطة أنه يعني أنا وما بعدي الطوفان أنا كذي يعني صار فيني يعني الفريوريتي أنا عائلتي أنا وزوجي وأدم وبس يعني أهم شيء إحنا أهم شيء مصلحتنا أهم شيء صحتنا قوتنا كل شيء لأن هذا كله يعني مو حق يصار ولا حق فرح حق والدي ما قمنا نفكر بفرح وعقيل ترى صد خليناهم على الجام نوعية اقتناءكم للأشياء قبل آدم اليوم تغيرت وايد وايد شرحوا لي عن هذه المرحلة أحس أن أنت تصار نفسي يعني أول الجنطة أشتري جنطتين بالشهر رح يصار الجنطة تغيرت الأولوية شلون؟ قمت أنا أحس بالمسؤولية أكثر قمت أحس أن خلاص خذيت وكتي أن أنا أستانس بفلوسي أشتري لي أبي أدلع نفسي أخذ لي جنطة بخاطري خلاص يعني خلص وكتي الحين الحين وقت آدم مستقبل آدم أوكي ما أقصر على نفسي أخذ أشياء بخاطري بس بميزانية بحدود بشي مثلا مقابل شغل أنا أشتغله بهذا الشهر بعد هذا الشهر أنا رح أخذها الجنطة أكافئ نفسي فيها تعمم شدي أنا بالنسبة لي لا أنا أحس أن كل ما أدخل مثلا أبليكيشن معين أو أبي أشتري شيء ما أدري ليش يحوشني تاني بالضمير أنه يعني أقيل انتشريت وايد أشياء واستانست بوايد أمور الآن بدال ما تشتري هالبدلة اللي بخاطرك تشتري شيء آدم أولى مصير كل ما بي أتسوق لي أتسوق حق آدم كل مرة يعني تدرين أنه يعني أنا حتى مرة قاعد أسول فيها فرح تدرين فرح أن أنا تقريبا سنة ما شاريت شيء حق نفسي صرت ما بي أشتري شيء ومو مهم بالنسبة لي كثر ما أنه مهم أنه أشتري حق والدي وخلي أنه هو الشيء اللي بخاطر وأنه يعني حتى اللي يجد دامنا ما يكبر أقول له يعني بابا أنا شريت لك هذه البدلة يعني أبي أقول حقول دي هالكلام أبي أقول له إيه أنه أنا ترى وايد والنستك أنه أنا وايد كشختك ألبستك ملابس حلوة وايد وايد أمور شدي يعني أحس أنه اليوم آدم عنده سند وعزوة اليوم منه السند والعزوة في حياة فرح وعقيل أنا بالنسبة لي عقيل عقيل وهو السند والعزوة اليوم في حياة فرح وعقيل أنا بالنسبة لي أنا أنت أنا وايد أحب أنه يعني أن مثلا صار معاي الظرف مشكلة أي شيء ما أحب أنه مثلا أضايق خلق فرح أو أنه أضايق خلق اللي حواليني دايماً أحب أنه أنا أي شيء يصير معي من مشاكل عادي أتحمل وأقدر أنه أنا أحل المشكلة وأقدر أنه أنا أحل الأزمة وما أحب أنه يعني أزعل فرح أو أزعل اللي حوليني من وانا صغير ترى يعني أنا من وانا صغير أنا أتحمل كل شيء من أين تنزل تحس أنك أنت مسؤول اليوم عن فرح سعادتها حزنها ظروفها حياتها أنا اللي مثلاً تبتزعليني زعلي فرح بالنسبة لي والله العظيم يعني أنا ما عندي مشكلة وأنا شخصيتي عادي تحمل تبتزعليني أزعل بس لا تزعلين فرح ليش لا تزعلين فرح لأن أنا أدري فرح شنوب داخلها وأنا عارف هذه الشخصية وأنا أدري أن فرح ما بعمرها يعني بتأدي أحد أو بتزعل أحد فلا تزعلينها لأن إذا زعلت شن أنا زعلت أو أن أنا يعني أنا هذي شخصيتي أنا ما أحب اللي أحبهم وخصوصاً إذا كانت زوجتي ومعيالي يعني أن تزعل من شيء 31-12-2017 زواجكم صح؟ يوم تزوجتي بذاك الوقت أو أنت تزوجتي بذاك الوقت ندمتها وفي يوم أنكم تزوجتها وبعض؟ لا أنا ولا واحد بالمية ولا واحد بالمية؟ ولا واحد بالمية أنا طبعاً لا ولا بفترة يوم طار فيه مفصال بينكم؟ أقول شيء حتى بفترة الزعل ولما تكونين وايد معصبة وزعلانة ومنهارة وخلاص يعني يعني you'll give up حتى بهذا الوقت وأنا معصبة عليه من داخلي أقول الحمد لله أن هذا زوجي الحمد لله أنا هو بحياتي وأحنا الله كاتبنا أننا نكمل مع بعض حتى لو نمر بمشاكل حتى لو يصير بيننا أي شيء بس إحنا مردنا ولازم نرجع حقباً أنا حسيت يا لي شعور غريب يعني كان الموضوع أنه فيه انفصال كان بيصير انفصال نقول عشان أصحح المعلومة كان بيصير انفصال بس يوم فرح امرضت ويتزعلت فهني أنا عرفت من هذا الشعور أنه أنا مستحيل أني أقدر أفارق فرح وهذا اللي خلاني يعني وحتى أنا يوم مرت أنا فترتها سبحان الله مرت ما شفت فوقراس إلا فرح وإيه هي يوم مرضت ما شافت فوقراس إلا أنا يعني خلينا المشاكل على صور وخلينا المشاكل يعني مشاكل مشاكل كان بيني وبين فرح يعني مشاكل وايد كبيرة وأول مرة تصير بحياتنا هذه المشاكل بس بالنهاية اكتشفت أنه أنا يوم فرح امرضت زي أنا ليش يعني شعور أنه يعني لازم أكون معاها زي أنا أحبها للحين لا يعني ليش نبي ننفصل صح يعني هذا كل ووش الموضوع هذا شوي أهني هذا القرارات ما هذا داعي يعني قرار مريب وغريب نحن ما قدل مستغربين من ناسنا نسرع نسرع بس ما تحت تقول أن هذا الانفصال هو اللي قوي العلاقة ترى مثل ما طار معايا هو صح هو هذه الأشياء المشاكل اللي ممكن تصير الانفصال لما تشوفون حياتكم بدون بعض شلون راح تكون يعني أنا تخيلت حياتي شون راح تكون بدونه ويعني ما قدرت صراحة أنا كنت شهر ونص بدون عقيل شهر ونص شهر ونص بدون عقيل ويعني كان هذه كانت أصعب فترة بحياتي تذكرون عن سنة الحجل؟ ألفين وعشرين يمر بالأبزن داونس لأننا إحنا ما راح نحس بأي شعور نحس بسعادة بفرح بحزن إذا ما مرينا بأشياء صعبة بعدين في شغلة وايد مهمة لأنني أنا أعرفكم شخصيا الناس ما تحرف ممكن الطفولة أنا خبري أن عقيل مدلل طرح أنت وايدة شابيني بنفس الأب مفصل عن الأم أم أنت تعتمدين عليها وبروف حيات صعبة 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 بس كان فيه بارت في حياتنا مفقود يعني أنا أعتقد أن أنت عشت ملك اللي عرفه أنك مدلل حيل مدلل إيه بس قليل كنت أشوف أنا ترى على الفكرة فيه أشياء يمكن الناس ما تعرفها عني أنا قليل كنت أشوف أبوي الله يرحمه قليل قليل يعني كان يحب يشتغل وكان إنسان جدا يحب يشتغل أكثر من ما أنه يشوف عياله لسبب أنه يبي يعيش عياله بطريقة وايد حلوة يبي يعيش عياله أنه يقدرون يأكلون يقدرون يلبسون وما زلت أنا ليل حين شهريا عندي معاش من بعد بأبوي توفى من تعبة اللي هو تعبة ليل حين أنا صار عندي معاش يعني وكل شهر أنا آخذ المعاش وأقول فعلا أبوي تعب وأنا ودي أكون نفس أبوي بهذه اللقطة إنه أوكي بس أكون شوي بس في قابة صغيرة إنه أكون قريب من أعيالي بس إنه أشتغل وأسوي مستقبل حقي أعيالي أمي إيه كانت قريبة مني وأنا الجهدة أنا أقول تذكرة في الخير في محاسن في ذكريات في أشياء كنت تذكرها عن أبوك إنه كان يشتغل على شانك صار لي فترة وايدة طالع لقاءات وقاعدة شوف أغلب المشاكل اللي أنا أتكلم عن نفسي أو ممكن فرح اللي مرت فيها جزء كبير فقدان الأبو يعني فقدان إنه وجوده في الحياة كان في أوقات معينة جدا مهم هذا واحد من أسباب اللي خلتني أرجع حق عزيز صلاحة يعني أنا لما أفكر بهالفترة إنه أنا شلون ديم راح تعيش من غير أبو أو وجوده يكون مؤقت في حياتها خلاني أعيد هذا التفكير فأنتي شنو تنظري حق موضوع الأب مهم بس تحسين إنه أنت يوموف أون أنا من داخلي أحسك يوموف أون أنتي شنو إحساسك تفكرين بالموضوع ولا خلاص إنه عدت المرحلة وايد أحس إنه في تفاصيل أميقة بهذا الموضوع بالذات موضوع أبوي ليل حين ترى أنا ليل حين قاعدة أحاول إنه أنا أوصلى خاصة بعد ما ولدت آدم أمنيتي إنه يشوف آدم لأنه يشابه حتى عقيل وايد يعني وايد بخاطر أني يحقق لي هالأمنية بس فيه صعوبات شوية إن شاء الله إن شاء الله بدنا لا تتحقق بس الفترة اللي أنا كنت صغيرة بدون أبوي من خمس سنوات بس من وان عمري خمس سنوات أنا بدون أبوي عايشة أحس إنه كل هذه الأشياء مريت فيها لصالحي أنا على كثر ما هي مؤلمة على كثر ما هي تعبتني على كثر ما هي خلتني أتحمل مسؤولية من عمر وايد صغير وأكبر ترى أنا حسيت إني كبرت بالعمر من بعد ما أبوي راح أمام كبرت فهذه الأشياء كلها صارت علشان توصلني حق فرح اللي الحين قاد شوفينها جدامج عشان تصير فرح قوية حق آدم حق آدم حق آدم كل هذه الأشياء اللي قاعد نمر فيها سواء فقدان الأبو أو أي خلاف بحياتنا أي موقف صعب تمرون فيه طج وايد استوعبت إن أنا كنت أحتاج إن كل هذه الأشياء تصير معاي علشان أنا أكون جاهزة وأم قوية أكون حق آدم كبرت هو بعمر صغير نضجت هو بعمر صغير طبعا خصوصا شغلنا شغلنا ترى وايد يكبر وايد متعب متعب الطريقة اللي قاعد أقول لك شيئا إن مثلا مرات تكونين زعلانة أو مضايقة بس إن أنت تين على نفسك وهذا ترى شيء وايد متعب نفسيا إن تين على نفسك إنه لازم تكون يكون الإنسان طبيعي علشان يشتغل ولازم تمثلين إن إنسانة جدا سعيدة وإذا كانت عندك مثلا مشكلة أو شيء معين لازم تمثلين إنش سعيدة علشان اليوم هذا عنده تشغل أو إن كان يعدي فهذا ترى متعب الواحد على نفسه وايد فهذا اللي ممكن شوي أنا أحس إنه كبرني وكبر فرح والمشاكل طبعا اللي يتيب حياتنا أكيد نتعلم من هذا يعني غير مشاكل السوشال ميديا مشاكل الإنسان مع محيطة هذا شيء ثاني طبعا أنا أقول يعني لو مو مشاهير لو ناس طبيعيين شوفوا أنت نفسياتهم في الشارع تلقى اللي متهاوش منفس اللي ما لأخوك ما يبيرد على أحد فتخيل أنت شخص معرض للكاميرا والناس تشوفك وعندك شيء لازم تخلصه حتى لو إعلان الناس تستسل تستسل الإعلان لي صح؟ أي أنه لا عادي الإعلان يبيل له أنك أنت تعطيه من قلب على ما يقولون وتسوي أفرد فيه مزاج حلو مزاج حلو طاقة حلوة لأنه يوصل حق المتابع وهذا حتى وايد صعب أنا تشديد طرفي بالي معاكم أنت وبالذات أن أنا أقول بالصفة ذكروني الأشخاص الأمان فرح من يطرع على بالك عقيل قبل ما تخلصين شفت أكد عارف الجواب عقيل فرح فرح ثقة يعني كل الأسئلة هذه عقيل أنا أشوف الثقة فرح وأمي فرح وأمك الحب عقيل آدم الناس والله الناس الناس صح الناس شيء عجيب نعمة وايد كبيرة الحمد لله وعقيل رقم واحد آدم ورقم واحد ونص فرح هذه فرح يعني هو هي احنا خلاص تقبلنا تقبلت الظوه آدم وفرح طبعاً الحب الاستقرار آدم 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 ترى نستك أنت شو الجواب لا لا احنا يعني هو أمان وبيتي هو أنا سميه بيتي بس استقرار آدم آدم هو اللي يخلى لايف ستايلنا يكون استقرار أكثر وحتى يعني فرح شفتها بجوانب وايد ثانية بجوانب كأم فهذا أنا سميه بالنسبة لي لقطة استقرار يعني آدم السبب السبب الله يحفظ لكم آدم الغدر فرح يعني شنو أجاوب جاوب اسم شخص يعني مو اسم شخص يعني منه يطرع على بالك لا تسمي لي الغدر هو ما رح يطلع إلا من الناس اللي 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 قريبة منه ما رح يطلع من الناس أنا شوفها لبعد الغدر يطلع من الناس اللي قريبة الناس اللي ممكن تربط معانا الناس اللي بحياتنا من وإحنا صغار ما ما فكرت فيها الغدر ما فكرت فيها ما فرح تغدر فيك عادة بيوم لا مو سوال توقع نقول استقرار تولي نسوله بالاستقرار لا الغدر أحس أن مثل ما قالت يعني أنا ما بيجاوب نفسها بس أن صح الناس ممكن تكون قريبة منك وتكون حوالينك يعني مو يعني بالشغل إن كان مثلا مرات تصير بالشغل أن بالناس اللي حواليننا يعني يشوفون مثلا مرات فرق مثلا خنقول مثال فرح كانت من الزيرو صح فجأة من يعني فجأة هما عندهم معارضة أن ليش أو وشلون أيوة ليش صار في الله نغدر هذا أنا أشوفه أنا قاعد أقول مثال طبعا فدايما يشوفون الشخص عندما يكبر شوي لازم اللي حوالين فيه لغة تغدر أنا أشوفها طبيعيا لازم لازم إن إحنا بعد نكون أصحاب شخصيتين قاسية ومعطاء يعني بالبيت أكون أعطي وحنونة وزينة بس بالشغل والأمور هذي اللي تستدع أن الواحد يكون صارم فيها لا تكونين شي ثاني مراتي راح تم بالبيت لازمت شوي تكونين قاسية باشي أنا ما يتقاسي باي زين حياتك فرح أنا وكل من أصلا يشوفها ناقصة تحسين أنت يا عقيل وآدم يسدون هذا الفراغ اليوم حاليا أقول لك بكل صراحة وبكل أمانة عقيل وآدم كل شي بحياتي حاليا ويعني كل شي بس ما أنكر أن في أشياء ومواقف كنت أحتاج فيها ناس وائد قريبة مني وكنت أتمنى أنهم يكونوا موجودين معي بوايد أمور إن زين وأزمة العائلة شلون عدت انت بعب ترى كانت عندك شوي خلافات كنت في تتحاشى الجواب بس حسيت في فأنا بجوابك وعدين آخر الجواب فرح أزمة العائلة أنا أحسها هذه أصعب أزمة شوفي أنا من وانا صغير عندي لقطة وايد يعني أحبها فيني إن أنا ما أحب أربط حياتي بحد من وانا صغير فيني شيء شعور إن أنا الشيء اللي أبي أبي أسوي وهو الأزمة اللي صارت كلها ترى هو أزمة وايد يمكن خلنقول صغيرة بس كبرت مع الأيام هو لأن اتخذ قرار أني بتزوج بدون أي سؤال من أحد فهذا سبب الأزمة يمكن الناس ما تدري عن الأزمة وما تدري والحين يعني على فكرة بعد هذه الأزمة مع أهلي تقوت علاقتي بطريقة معادية وياهم و يعني وأنا أحب العائلة لكن فيني يعني هل يشوفون هذا عيب فيني بس أنا شوفها ميزة عجيبة فيني ما أحب أحد يفكروا لي مو أي أحد ثاني أحب أنا أكون شي دي مستقل بحياتي ما أحب أربط حياتي بحد وبس فبعدها صار يعني آدم لو سور فيك هالحركات راح تتقبل لا ما أنا قاعد أقول هم يشوفون النعيب آه نحن نحن قاعد أتطلع فينا الشاي دي ناعد أقول حق آدم مو تقول لي هل تقبلين الزواجة بي ما عندنا هالخرابية ما عندنا هالخرابية تستقرام هل تقبلين ما في لا لازم يعطيك خبر طبعا لازم أتعرف عليها طبعا لاب هوس الفرح مايش حسيت شبارت نسرة شوي انت تختار أرد بيها هو يختار اللي بيها أوكي بس لازم أتعرف عليها أتعرف عليها مو اللي بس شي أشوفها لا يعني أتعرف أوكي وأنت يا فرح أزمة العائلة شو صار التخطي أو التكيف أو النسيان أي شعور مر في بالك أكثر الحين لما أصدت هالسؤال أبي أعطي حق آدم الحياة اللي ما كانت عندي الحياة اللي ما كانت عنديش أنا قلتش هو فيه شي أنا خاشيته عن السوشال ميديا الحمد لله يا رب قاعدت تتعدل الأمور الحمد لله قاعدت نشتغل أنه يعني هو خلف الكواليس لأن هذا الأهم طبعا برايوريتي أنه أنا علاقتي بأهلي تتعدل قبل ما أن هذا الشي يطلع على السوشال ميديا هذا الشي عشان شيء أنا ما تكلمت فيه خاصة بعد ما أنا حملت فهمت أن آدم لازم مهم أنه يكون بحياته مثل ما يدته موجودة بحياته رح يسألني يدتي وينها صح قالتي وينها مثلا وأبي أبي أن أهلي يكبرون معاه وايد أشياء وايد وايد ما تتخيلينش كثر أشياء كنت أتمنى أن أعيشها خلال فترة الحمل كنت أتمنى أن أنا يعني شايفة وايد أمهات يدلعون يدلعون بناتهم يدبخون لهم فكنت أتمنى أعيش هذا الشيء وكنت أتمنى أن أمي بعد تعيشها ووايد قلبي عورني أن هذا الشيء رح أتم طول عمري أنا ندمان عليه وما رح ينعاد شيء ما رح يتكرر تجربة الحمل يمكنها البيبي الثاني يتكرر بس هذه غير هذا أول واحد وكنت ناظرتها من خمس سنين يعني وايد أشياء ما فكرتاي بينت شو بين نفسك خلاص خل أحط كل شيء وراء ظهري وأبل الصفحة يديدة مرحلة يديدة حياتي يديدة تبلشتيها مع آدم بس أنا متأكد أنها حلقة ناقصة ناقصة يعني هي ناقصة الصورة أكيد ببالي كل التفاصيل وكل كل موقف وكل شيء أدري أنه هنا أنا رح أسمع تعليق معين من أمي وهني أمي رح تزفني لأن أنا سويت شذي غلط وهني أمي رح تعلمني بهالطريقة يعني وايد أشياء وكل مرحلة عمرية حق آدم حتى من لما كنت حامل عقيل كان يواسيني بهالأشياء ترى كان يواسيني وأنا حامل أكثر أنا صراحة أشوف فرحة سانة جداً قوية لأن فترة الحمل كانت لدرجة أن تشتهي وايد أشياء وهي صغيرة وهذه الفترة مستحيل فرحة هي بشطاري أن تزعل ما تبي تزعل ما تبي أي شيء ممنوع عليها أن تزعل ممنوع عليها أن ما تبيش يوترها فهيات فترة كانت ساعة سبع أنا مشتهي مثلاً مطأم فلافل أمي كانت تيب لي ودائماً أمي 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 توديني مرة ما أدري إذا هذا يصير بس هي مرة قالت أنا مشتهي أن أروح مكان وأنا صغيرة كنا نروح لسوب قديم ويا أمها كان كل موضوع أمها بس مع ذلك أشوف أنها كانت جداً قوية من ناحية أنها ما تبيش يأثر على نفسيتها ومع ذلك يوم ولدت المعروف أن أمي قالت لها تعالي عندي قالت لا شفت أنه فرح قاعد تعامل مع آدم وهي ما في أحد مو وقتها بعد لازم تسونها الحركات وهي يعني وهي يعني كانت محتاجة هذا الشيء إن محتاجة فوق راسها أم تقول لها ومع أن أمي قالت لها بس هي ما تبي إنه يعني تبي تكون اللي أنا أقدر أسوي أنا أقدر وأنا قوية وأنا أهل العقيل ما قصروا معي بهالفترة بس أنا أحس بشيء ما دري إذا أنت معاي بنفس الفكرة ولا لا لو مهما منه موجود هي الحلقة المفقودة يعني أنا ما ودي أتغاضع عن شوق بس تركيزي اليوم على الأم إيه هي الحلقة المفقودة أكيد يعني لو يعني لو الحين تتخيلينها جدامج فرضا يعني شيء افتراضي مواقعي شروك لعملي ودج قولي له كنت أتمنى 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 أن تكون معاي بكل مرحلة في حملي وكل شعور وكل شيء أنا كل موعد كل صنار كل شيء أنا مريت فيه لأن هي هي عارفة أنا شكفر أبي هذا الشيء حبينها فرح فوق ما عقلي يتصور أم لا أقل من ما عقلي يتصور أحبها لدرجة أنه ودي ودي أرجع أعيد أيام وإحنا صغار وإحنا يهال أعوضها بهم فيهم أشياء هي كانت تعبانة فيهم مواقف هي عانت فيها صعوبات مادية ويد أمور ويد ويد أمي تعبت ويد فأحبها وويد ودي أن أنا أعوضها عن كل شيء كل شيء كل شيء هي مرت فيه راح تصالح فرح على أمها ولا لا؟ أنا خذيت فرح عق عقومها وأنا اللي يعني خذيت آدم ولدي فرح وخليتها تروح عقومها يعني هذه يعني صراحة شوفي أنا أقول لك ياها كانت يعني تقولين لي حلقة ناكصة إي حلقة ناكصة بس مو أي يعني هي أكبر حلقة الموضوع كله هو هذا الشيء لأنه كان ويد أقول لك إنه تشتاك حقومها فأكيد أي شيء يرضيها أنا أسويه ومعدي أي مشكلة فيه أمت شافت آدم ولا لا؟ أي أمت شافت آدم شون كانت It's okay عادي ترعادي مشاعر وإنتي تعبرين على المشاعرج وأحب في صراحتك فرح صد صج أحب في صراحتك بس شلون كان اللقاء الأول جنة فيلم جنة فيلم مشهد فيلم شيء كان بيتشي كان فرح كان ويد أشياء ويد أهو ليل حين قتلتش أنا في أمور ويد ما تعدلت بس ويد كان يهمني إنه آدم يكون موجود مع يدته وإنه يكبر معها وهي تكبر معها يعني صار فيني أنا ما بي أضيع وقت زيادة ما بيضيع وقت خلاص يعني آدم قاية يكبر أنا توقع سنة 2024 سنة العوض الجميل بالضبط بالضبط إن شاء الله الآن إحنا خلنا نفتح شابتر يديد إنك أنت في قعد تعقدين صلح بينك وبين أهلتك بس اليوم شنو معاناة فرح؟ مشكلة إن أنا مو قادرة أوصل حق أبوي تابين تحليلها؟ مو قادرة أوصل لا مو قادرة أوصل أبوي لما راح أنا صرت إنسانة ثانية هو الشيء اللي صار نقلة كبيرة بحياة فرح أكبرت وشالت هم وتحملت مسؤولية من أول ما أبوي راح وراح بدون مقدمات وراح بدون أسباب وقلت لها وأول ما يعني هذا أرد على الموضوع أنا أول ما قريت المسجات قلت لها وعد مني راح أوصل لك حق أبوك بأي طريقة وبأي يعني لازم تكلمينه لازم توصلي له لأن تطقيني هذا الشعور ما بيتحسينه يعني ولا واحد بالأمية شعور جدا صعب أبوي لأنه كان مسافر مع أنه أنا أبوي وايد يعني مثل ما قلت لك يشتغل ودايما برا البيت ودايما يسافر بس علشان يعني يحاول أنه يسعد عائلته فمع ذلك المفروض أن يكون متعود صدقيني يعني شعور جدا مؤلم كل شي جايز اليوم لا تفقدين الأمل بأي شي يكون أكيد أكيد في ناس وايد بتقول يعني موضوع أنه ترى وايد سهل أنكم توصلوا له لا مو سهل في أشياء أصعب من شذيء إحنا نعرفها يعني ومو لازم الناس تعرفها أنتو قاعد تختبرون الشيء وعرفنش كثير صعب وطوطا إذا كل واحد في بلد وفي حدث وأشياء ثانية يعني تفاصيل شوية هي صعبة يعني إن زين شلو الشي اللي خاشت على العقيل من أي ناحية كل النواحي شي حتى لو تافه شي خاشتها سبجة سبرايز لو كنت في الثوال شلون شلو يا فرح يعني شلو شي خاشتها أنا عرف مش خاشة شي علاقل شنو ما قدر أقول أنا لأ شنو ما أدري لا أعطايا فرح لا أعطايا لا أعطايا شلو الشي بموت شلو الشي اليوم اللي خاشت على العقيل إضحك تافح حلو سخيف شعور أنا قلتش لشونة أتجاوبي دالا لأن أصار موقف صج يعني بدون ما قلت أكل هو يعرفني أكثر مني أهو أصار موقف ووايد انصدمت من الردة فعلي قالتلي أنا كلمت أمي حلو أنا وديتها ويا آدم ركبتها السيارة وديتها يعني أنا وأنا رايح وديتها يا بيتم حلو هالموقف فهذا كانت خاشتها عني وكانت تسولف معها وما كانت تقولي وها كانت تدري أو هي وهذا ترى شيء يزعلني المفروض كان أنا أي شيء تبيه فرح بحياتها ناقص ما عندي مشكلة أسوي وما عندي مشكلة أن أتخطي أي شيء مر معاي مثل ما قلتش ويعادلة ويعادلة بس إن كان هذا الشيء يسعدها فشفت مرحلة لأنا شايف وايد مراحل خصوصا مرحلة الحمل كانت تشتيهي بوضة كانت تاكلها وهي ياهل كانت دايما تروح مع أمها وتروح تاكل بوضة مطاعب أنا صغيرة كلها مطاعب هي صغيرة فكانت يعني كلها تسوي هذه اللغطة فهذا وايد مأثر كان علي أنا وكنت أشوف أن أحس مرات أن أخاف أنا السبب أخاف فأول ما قالت لي والله إن ركبت سيارة أنا وياها ورحنا فهذا الشيء اللي كانت خاشتها علي أيو أنت شخاش أنا مشكلتي إن أنا ما عارف أخش وهي تصيدني يعني أعرف كويها شلون يصير لما يخش شيء بالضب يعني أستحي مو ما أخاف أستحي أستحي يعني أخش عليها شيء وهي تكون عارفتها أحب الأزواج المتفاهمين ضجوا أحب أحب اللي يمرون بفترات صعبة علشان يشوفون زين في باجة حياتهم عبيت تصرفك أنا أشوفها ويد جنتل مو أي حد يعرف يتصرفها التصرف أو متى يتصرف التصرف فهذه يعني نقطة تنحسب لك لازم تعوضينا نقطة ثانية لا هي في عندها نقاط ويد ويدها تنحسب لها زين عقيل أنا أحسك تحب التمثيل أكثر من فرح هو لأنه دارس أحس أنا دارس التمثيل بس يعني مو أكثر من فرح بس أحب التمثيل زين تحس السوشال ميديا هدمت طموحات عقيل في التمثيل صح صح يعني قبل ما أفكر أقول لك صح شنو كان ودك وشنو صار شغلنا أنت يعني لو بتفكرين فيها الحمد لله أنت يعني شغلنا أنت مرة فيه يعني شغل فمرة أكيد فيه فتعرفين لقطة أنه تفرح أنا هالسنة بي أشتغل أفكر أقعد أنه بي هالسنة أشتغل وأراح وأوافق على أي مسلسلة يلي بس يكون الدور عاد عاجبني شغلنا السنة خلصت يعني يعني ساكرين عيونك تبطلين عيونك شغلنا هذا اليومي الإعلان إن كان أو التصوير سفرة سريعة سفرة أي شي سنة خلصت صح ورمضان بعد شهر يكون صح فالكل خلصت التصوير والكل هذا ترى السوشيال ميديا هو اللي أحس أنه وائد بعدني عن حلم حياتي بالنسبة لي هو التمثيل نزين بس أنا ما أنسى لك دعاية تخيل راوخ ما أنساها ويها خير علي ويها خير عليك أنا أشوف تمثيل كوايد يعجبني صراحة هذه الدعاية لأنها في مخي وعلكت عليها بس هذا حتشي قبل شب سنة قبل سنتين سنتين شعر بكم بس أنتوا تظهرون قبل 10 سنين سنين قبل 10 سنين خليني سبنة الهامة وهذا ما يشرني المسلسل تسمع؟ الهدى هامة فرح كانت صغيرة من عشر سنة من عشر سنة من كم سنة؟ يعني المو والله ما أدري ما أفعل فرح تحبيتي التمثيل أم السوشال ميديا أكثر؟ أحب التمثيل حبينا وايد أحب أحب المسرح وايد أحب أي شيء متعلق بالفن والإنترتينمنت بس الشيء اللي أحب بالسوشال ميديا أكثر إن الناس قادرة تعرف فرح الحقيقية إيه فممكن هذا الشيء اللي مخلي عائق أحس إنهم عارفيني أنا كفرح فأنا ما قمت أشوف نفسي ولا دور وايد تليه لنصوص وايد تليه أدوار وأعمال تخرع ما أشوف نفسي بولا دور أحس إنهم شافوا وفرح بكل حالاتها إذن الناس تتسامحين ولا لأ تسامحين أمية بالأمية إيه عشان أنا أرتاح أسامح أمية بالأمية أكيد بس أكيد ما رح أنسى الموقف يعني أنا لأ إيه إيه عادفينينا يوم أنت قلبك أسود لا إيه مو قلبي أسود أسامح بس ما أنسى وخصوصا الغلط أو الشي اللي صار يعني يعني تعرفين لقطة يعني غلط صار علي أنا كشخصي بس الشي هذا الغلط مو موجود فيني فهذا اللي أنا ما أسامحه خصوصا من الناس يعني اللي حوالينا أسامح لكن ما أنسى ترى أنا عارفة مرحلتك أنت تسامح تقلي الليلة تمشي صح بس من داخلك مو أمية بالأمية أنت مع الشخص مستحيل ما أقدر يتني هالفترة تصدق ما أقدر أحب التخطى وأنا ترى السريع التخطي يعني إذا صار معاي موقف اليوم أتخطى ثاني يوم طرح ممكن ما أتخطى مع أن أتسامح فرح تسامح أمية بالأمية أنا عارف شخصية فرح بس أنا أحس أن أسامح لكن ما أتخطى من أخر شخص سامحتي شخص كان قريب مني شخص قريب منك تحسين سامحتي أي أنت عقيل شخص كان قريب مني جوابكم واضح أنزين هذا اللي كنت بسئلتش عليه اللي هو مسلسل منطقة آمنة المسلسل اللي تصور كان خلف الشاشة ليش هاجمتي هالمسلسل لما العرب أنا أقول لك بصراحة أتكلم صراحة أخذي راحتك مرات لما تقرين تعليقات أن يقصدون فرح أقيل يقصدون فرح أقيل من داخل ما درش أن يصر فيك ما درش أن يصر الواحد يشتط حتى لو أنا قلت أشوف المشهد ويمكن ما أربطه بنفسي من التعليقات أحتر فهذا الشي خلاني أشتط غير تشذي أحس أنه فيه وائد أمور مؤلمة بالنسبة لي تفاصيل مؤلمة من اللايفستايل مالي أنا وعقيل اقتبسوها المسلسلة استهزأوا فيها أحس أنه وائد أشياء يعني اشتعلت فيني وبنفس الوقت ترى أنا كنت حاملة يعني هرمراتي زين الحين لو تتذكرين كنتي راح تطلعين تعبرين ولا تخلين أن أنا سولفت ومسحتها بعد عشر دقايق آه بس والله انتشار بسرعة أنا قلت لها إيه إيه لأن أمبي انتعال صج صراحة أقولت شي مو مهم ولا مهم منا شنو قاعي يقولون بس هو صح فيه أشياء وايد كانت غلط آه وأنا تدريها قلت شي أنا هذا الكار اللي أنا الحين صرت موجود فيه أنا ترى كنت ممثلة وفرح ممثلة وإحنا داشينا بكار السوشيال ميديا ما أحب دائما أي عمل يعني يرتبط فيه السوشيال ميديا يطلعون اللي بالسوشيال ميديا تشدابين ترى هذولة بشر بالنهاية وهذولة يعني يعني تأكيد رح تصدقيني لا لا لحن نعطي كبارتها هذولة بشر لأنه وبالنهاية ترى حتى الممثلين المفروض أنه يعني ما يصير لقطة أنه أي دور بالسوشيال ميديا إن كان بعمل لازم يربطونه بالشذابة اللي يتمثل على متابعينها ترى ما في شذي وائد ترى قليل ممكن نعدون على أصابع ممكن مو موجود ممكن ما في يعني أنا قاعدة قلتش ياه وحن الناس صارت فاهمة الشخص الصاج والشخص اللي يقول الصاج ولا لا يربط كل المجالات عند الممثلين عند أي مجال فيه اللي مثلا يتكذب بيومه وفيه اللي ليش دايما رابطين العالم السوشيال ميديا بهذا العالم إن هذول نصابين تكذبين وماديين وأنا بتدري شنو المشاهد اللي ما أحب هل أخطط اللي مثلا أعطني فلوسي يلا خلال سويلي لأنت راح ما نقول هل يحاولون تحويل بنكي لأي شو هل يحاولون بناخد كاش تعرفين هذه اللقطات أنا ما أحب ما أحب يعطون صورة على السوشيال ميديا إنهم هم ترى يعني ويطلعون دايما الشخصية شوي فيها همجية صح صح أنا ليش ابتسمت لأن أذكرت مسلسل السجين نصاب طبعا أنا أحب أعمال شاشة وأتابع أعمال شاشة بس أنا يعني حتى لم ممكن لأنه ممكن بعض الأدوار تحتاج شوي مبالغة في أداء الإبهارات طبيعي يعني بس هم نفسك كنت أتمنى مثلا مكلميني ماخذين المعلومات ممكن اللي حتى ما ذكرتها في السوشيال ميديا لهم اللي يستخدمونها عشان يوعون الناس هذا كنت مثلا الأشياء اللي أرغب فيها بس بالنهاية يعني نفس الشي كانت تييني تعليقات هذا اللي قص على دانا هذا اللي قص على دانا نفس فرح قالت لهم قالت لهم قالت لهم كلميني والله لهم كلميني أعطيكم حقيقتي أعطيكم تفاصيل وترى تفاصيل مؤلمة وتفاصيل الأمل يصير وايد لأن الواقع ترى أنا في وايد لحظة تأمسك الكوب وراء الكوب تلقى أنا مساوية متزرة متهاوشة ومعصبة وصار كبلوكات وامتنشنة وأرجع هني فعلا هذه لحظة التمثيل ممكن أني أفصل الواقع عن الشي اللي لازم أقدمه صار هذا شيء ما أعرفونا بس الحين يعني تحسين موضوع عابر بالنسبة لك موهم تحسفتك لا شيء ما لداعي وشيء أتوقع ما رح تتكرر فرح تدريل الجواب شنو الأصلح هرمونات حمل بضر هرمونات لأنني مسحتها حل الإنسان يكون رقيب نفسه حتى لو أخضى أنه يقول هنا غلط عادي أو مو غلط ممكن بالغت بالرياكشن مالي في فترة من حياتكم كلها ألعاب ديزني الفترة شوي تقمت كنت المخزن وحعايشين بعالم ديزني شوفوا أنا يعني ما أبي أكون وايد مبالغة تعليقي بس إذا توافقوني أو لا هل هذا الشي لا علاقة بأشياء فقط توافط طفولة ولا هذا شي كان حب أو هواية أو شنو بالضبط هالمرحلة هو هو تعويض تعويض عن نقص بالطفولة شي مفقود أكيد تعويض أن أنا يمكن قاعدة أسعد نفسي وأحقق حق نفسي الأشياء اللي كان بخاطري مثلا المشاعر اللي كان بخاطري أحس فيها لما أشوف مثلا والله شي الفيلم المعين هذا أو مثلا هذه الأميرة المعينة مالا ديزني وأحس أن أحس أن ليلحن أنا ليلحن من داخلي أنا ليلحن أحب ليلحن أنا ليلحن أحب ديزني و لدرجة أن أقول عقيل أن كل أغراض ديزني حطتهم بالمخزن أحس أن أنا وآدم سنصير وائد بفترة لقطة ديزني فأحس أن يعني هو كان السبب أن في في التعويض بس بنفس الوقت أنا صج أحب هذه الأشياء وائد أحبينها وليقيت اللي أحبها بعيد لقيت أحد يعني خليني أشتط بعد زيادة هبينا فيها وائد وصار بالبيت وائد زحمة فقلنا بس عاد هذي هبها وخن ماشي اللقطة ويمعهم كلهم يمعناهم كلها بالمخزن حلو حتى هالأشياء ممكن مع الوقت يعني حتى لو يلعب فيهم آدم أنا أذكر أنهم وائد واحد يقدر يسوي مليون ألف شي فيهم بعطيكم فكرة مثلا للتبر أشياء وائد يقدرون تسوون فيها برابوي هذا شيء أنا واثقة منه بس هذه الأشياء صادقين عد أنا لما أذكر طفولتي كانت كلها بين كتب عشان شكل الناس يقول لي ليش نضايش تيمبتشر عندي هذا اللي كنت أمر في يعني حقبة غريبة عجيبة بس عدت عدت شكتر عطيت فرص حق فرح عقيد شكتر عطيت فرص حق فرح وائد طراحة وليج الدعم أعطيها الجرين لايت بهذه الفرص لأن أنا أشوف إنسانة معاي تحاول ويعني إن كان بالناحية العلاقة الزوجية تحاول معاي إن وائد تكون إنسانة أفضل وصورة أحلى ومثل ما يقولون يعني قاعد تحاول معاي وأنا هم قاعد أحاول إن أكون زوج أفضل وإن ما زعلها ولا هي تزعلني يعني أكيد وايد صراحة وفرح يعني أحس أول سنة ما كانت مستوعبة الزواج أحس مو مو فرص كثر ما أن هو قمنا نستوعب ونفهم إن الزواج ما راح يعدي إلا لما إحنا نطوف حق بعض لازم نطوف حق بعض ولازم ما نركز على هذه الأشياء ولازم نعدي الأشياء فينا علشان حياتنا تمشي ولأنه لأنه يستاهل أحسن نسخة من فرح ستكون معه لأنه اختار فرح تكمل حياتها معه بس استوعبنا بعد السنين هذه أنه هذه مو فرص قال نعطي حق بعض هذه لازم نسوي لازم نعدي حق بعض شنو تحسون الشيء اللي إذا صار بينكم ما راح تسامحون بعض علي يعني أنتي شنو الشيء اللي عندك خط أحمر يعني عقيل هذا الشيء إذا صار خط أحمر أنا ما قدر أعدي الشيء أقول لك ولا شعور شعور حلو كلمة شعور شعور أنه أفقد شيء أفقد شيء وعقيل يعني إذا كان السبب يعني فيه فأنتي قلت أنه عقيل شنو يسوي فقلت لك هذا هو الشعور ما في فعل معين دربالك بس أن هذا الشعور ترى ما سوعبت الإجابة الإجابة إذا أنت سويت شيء يسبب له حالة من الفقد من فقد الشعور يعني من فقد أي شيء يصير كنت أعي تسويل الثاني فهمي يلا فهمي أنا أقول لك هي قالت شنو الأشياء فرح وايد أميقة قولي شنو الأشياء اللي ما ترضين أنها ما رح تتطوفين حق عقيل لن يسويها قلت لها ما رح تكلم عن الموقف بالذات أو عن الشيء اللي زعلني رح تكلم عن الشعور الشعور اللي ما بيأحسها من عقيل شعور خيانة مثلا فقد عيل فخيانة كثيرا فقد شعور مو فقد شعور يعني فقد يعني شيء يطلع من حياتي شيء ينوخذ حب الاستقرار يروح من حياتي أوكي أوكي الأمان يروح من حياتي تواعب يعني هي مشتلك الخيانة ما حطتها يعني ما هذا شيء بدون ما أقوله هذا المفروض تحطينا أول شيء هذا أنا يعني هو فيه ثقة فعشان شيء ما أذكره حلو أنزيل أنا أحس الخط يعني أول حد إنه شيء يأدي آدم شيء يعني إذا فرح تأدي آدم إيه يعني هو ما رح تسويها أكيد بس هو هذا الخط هذا الخط إنه إذا تعدى يعني هني ستوب هني أنا اليوم كل واحد بالحياة يقدر يعطيه نصايح شنو النصيحة اللي كنتي تحتاجينها وما تقدمت لك بشويش على نفسك والله العظيم أكثر شيء كنت أحتاجه خفي على نفسك لا تعاقبينها لا تعاملينها بطريقة مو زينة لا يعني تنتقدين نفسك بكل الطرق لا تأنبين وايد أشياء وايد 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 بس هو باختصار بشويش على نفسك فرح بشويش على نفسك صيري زينة مع نفسك وانت عقيل عميقة وايد فرح شنو يعني يعني فرح عميقة عميقة البنت لا يعني ما يصير في شيء يشرح لك لا يعني شويش على نفسي يعني شنو يعني يعني أنا قبل كنت أنا وايد ألم نفسي وايد أجلد نفسي وايد أن أذكر بس لأ الحين فهمت أنا شلون أحط حد حق هذا الشيء إنه أكيد لازم لواحد إنه يصير فيه إنه يقيم نفسه ويراجع أموره وتصرفاته بس إنه بلمت إنه أنا ما يعني أخلي أتحمل شيء فوق طاقتي أنا ما عندي مشكلة على نفسي ما عندك ما عندي مشكلة هو السؤال كان عن نصيحة بس صار لا لا بس هذه النصيحة اللي تقدمينها حق نفسك يعني أنت شنو نصيحتك حق نفسك النصيحة اللي أقدمها حق نفسي وما حتقدم لك إياها ما حتقدم إياها اختار الشيء اللي تحبه واستمر بالشيء اللي أنت قاعد تسويه بمجالك من بداية أنا قاعد تكلم لك الحين من متى من يمكن قبل راضخ ما رح أقول نصيحة رح أقول إنه شكراً إنك أنت صح حق نفسي شكراً إنك أنت صح وما سمعت حق أحد لا تسمع لأنه أنا اكتشفت لما تسمعين حق أحد بالطوف رح تدشين هذا أنا هذا أعطيت شيئاً باختصار هذا اللي تعلمته إن الشيء اللي أنا أبيه هو الصح حتى إن كان غلط هو صح رح أتعلم منه دايماً قولي هالنصيحة حق نفسك لا تنطرين نصيحة أحد أنا ما أحب أنطر نصيحة إن زين اليوم المنافسين بالسوشيال ميديا أنا أحس إحنا اليوم تعرفون المقطع ما الأغنية شنو؟ وطول الوقت قلبي عايش في سلام هالفترة أحنا بسلام ليش لاحبت لا الحمد لله كبرتوا أتوقع لا أتوقع إحنا نضجنا بعد آدم وإحنا كنا نسوي سوال فينك طالعنا إحنا اللي نسوي سوي مشاكل شوف الجواب جواب واقحي وجواه صج ترى صج صج بكل صراحة أي أحس إن أنا قبل كنت وايد متسرعة أي آآ وايد أخذ الأمور يعني أشخصني الأمور وايد آآ وايد أفهم الشيء غلط الحين صج أحس إن أنا كبرت بعد آدم وبعد كل المشاكل وكل المواقف وكل الظروف وكل الأشياء اللي مريت فيها الصراحة عقيل شنو آآ وين بالك بآدم كاي يسوي الحين لا أنا فكرت باللي قبل الجواب إن زي الشعور آآ انت إحنا عندك هذه الفكرة والجواب راتشوفها باللقاء تخصيتي أنا تشي شون تعمل مع منافسينك أو عندك اليوم تحس منافسين ما أحب هذي اللقطة هذي هذي تسبب هذي مشاكل هذي ترى إذا فكرت فيها تسبب مشاكل بس أنا أشوف إن كل واحد لا شكلة ولونة ومحتوى وشغلة وميزة يعني كل واحد لا ميزة حلوة اللي الحين يعني الحين أنا لو قبل بتسأليني يمكن كنت بقولك بس لأنا يمكن الحين كبرتنا وما أدري صار فيه سلام صار فيه سلام بطلت المقطع ماللغنية لما أسمعها أتذكر حقبة السوشيال ميديا هذي الفترة اللي تمر في بالي يعني الحمد لله وكل واحد يتميز بشي جميل الحمد لله وأنا أشوف دائما مشاهير خصوصا مثلا السناب شات نجوم السناب شات صرت أشوفهم إنهم فعلا مبدعين يعني أنا قاعد أتكلم عن الفلونسر بشكل عام من أرقى الناس اللي بالسناب حاليا يعني حسيت لأنا رحنا شوية أبليكيشتنات ثانية وشي بس أنا أشوف السناب شات دائما إن فيهم نقطة حلوة المحتوى شن الفئة اللي تابعوا اليوم عقيله فرح كل الفئات كل الفئات بس في فئة قبل ما كنت أشوفها وايد يعني شلو ما أشوفها إذا كنت مثلا مسوق أو مكان الفئة اللي شوية تكون الأم مثلا الأمهات هذه الفئة يعني كان من بعيد لبعيد أحصاره وقراب منه طبعا أكيد عشان أبني هيلو في السنقة أبني هيلو في السنقة أحلى ولد في المنطقة بطبط نزين أزمة قسيل الأموال أزمة الحمل أزمة الانفصال أزمة مشاكل العائلية اللي صارت في حياتكم الناس وايد عندها هالموضوع سهل بس أنا أشوفها وايد صعب فأبي عرف شلون عديتها وهالأزمة أنا حس مو أمية بالأمية من وجهة نظري بس عدت تكيفتها ومع الحياة اليديدة طار عندكم أشياء يديدة شلون تصارت فترة التخطي أزمة غسيل الأموال وايد حس أن خلتني أتعرف على جانب وايد قوي من فرح اللي هو وايد استوعبت أن الفرح قادرة تسوي أي شيء كان أحلى يوم بحياتي الليل حين أتذكرها اللي كان تحقيق تسع ساعات والله العظيم أنا هذه التسع ساعات غيرت شخصيتي وخلتني أنباي وايد غير خلتني فرح القوية فرح اللي قادرة تطلع من أي أزمة وعرفت أن أنا دام أنا معاي حق خلاص خلاص دام أنا كل شيء كل شيء تمام أموري تمام نيتي صافية بس شنو كان دور عقيلة بهالفترة خصوصا مغسيل الأموال؟ أقيلت كان السابورت سيستم سابورت سيستم أنا خاضية البنك بعد البنك أكيد أكيد طبعا كنت المصرف أنا هالفترة صدقين مرات لهم أقعد أفكر فيها بما أننا كنا في نفس المركب أقول لش لون كنا بعد ثاني يوم نصور وثالث يوم وعادي وموهم يعني أنه مثل ما قلتي جملة وايد حلوة اللي هو الثقة أنت أنت ما سوتي شيء ثقة أنت أنت متأكدة من مصدر الأموال متأكدة من الفلوس اللي حطت في الحساب من تعبي كله أي فهذه الثقة هي يعني كانت واتيني أنتوا عادي هو مو عادي هو الموضوع صعب هو كأنك أنت عندك مشكلة يعني قوية ومعروضة على الكل والجميع خلاص عرضت على الملأ أحرجتني أنا وايد عرضتني حق ناس يبون يستغلوني مادياً وايد أحلى شيء كنت أقول لهم حسابي مسكر ما أقدر أصرف منها صار الشيء الحلو بهالفترة أن حساباتنا ما تحرك ما تحرك صار سيفنك صار سيفنك بحسابي أهيه هو اللي مسك حسابي ترى هذا كان السيفنك الصح حق لحسابي تأزمة عدت الحمد لله انزيل لو بيدت اليوم تطلبين عاجة شعور تصرف مشاعر شنو الشيء اللي تبين تطلبينه أنا دايماً تكون نفسيتي مرتاحة هذا أكثر شيء يأثر على الإنسان يأثر على كل شيء اكتشفت أن أنا من بعد ما عالجت مع دكتورة نفسية أين وايد أشياء تغيرت فيني حتى من ناحية التعامل مع الناس شغلي علاقتي بعقيل علاقتي بكل الناس شلون أنا قمت أتعامل وأفكر مع نفسي شلون أفكر مع نفسي شنو الكلام اللي أنا أقول لحق نفسي فإذا كانت النفسية مو تمام وايد أشياء راح تتأثر فالشيء اللي أتمنى أن أنا نفسيتي تكون دائماً تمام عقيل أحب أنا دائماً شعور العائلة وايد أحب هالشعور ويعني شوفي أنا أكثر شيء يعني أثر بنفسيتي عائلتي إن كان أهلي أو إن كانت زوجتي والحين آدم أبوي شعور وفي عندي لقطة بأبوي وايد هذا الشيء مأثر فيني ليليوم هذا ويمكن فرح ما تدري فيه هو يعني بشغلي اللي كنت قاعدة قلت شيئاً إن يت فترة كان أبوي وايد يتصل علي وكنت وايد مقصر بهذه وكان هو فترة مريض ومسافر وايد قصرت إني أكلمه ومرات أشوف التليفون وأنسى ياخذنا الوقت وياخذني الشغل وأنسى ومرات يتصل علي ومرات يقول مثلاً حق أخواني إنه ترى عقيل ما يرد علي وفجأة وفى هذا الشيء وايد يعني مؤثر بنفسيتي بطريقة معادية ليلي يوم ليلي يوم هذا الشيء يخليني دائماً أخاف أي أحد يتصل علي ما أرد علي إيه لأننا ندق عليك من أول ما ترد هذا وايد وايد الشيء يعني يخليني ودي أحس بشعور هذا الشعور اللي أشيله يعني يكون موجود فيني حاولت تعالجه فرحي فعلت إنه يتعالج عن طبيب نفسي للحين لا فيني ما أدري هل هو شيء يعني أن أحب أعالج نفسي بنفسي دائماً يعني أحاول أتخطي يمكن هذا الشيء الوحيد اللي ما تخطيته ليلي يوم يعني وأذكر أول ما قالوا اللي إن أبوي توفى الله يرحمي قمت أشوف مساجاته وهني طبعاً أنا انهرت هذا أول مرة يمكن فرح تشوفني أنهار من أول ما تزوجنا ليه هذا اللقطة انهرت نفسياً لأن كله وينك ليش ما ترد ليش ما ترد صعب الشعور أتمنى أنك تلقى ستخطى أحرص أنك هالسنة تبلش هدام إحنا في مبلشين بـ 2024 أنك تعطي نفسك فرصة أنك تتخطى هالشعور لأن هذا شعور شدي رح يسببك غصة طول حياتك عرفت؟ إن زين فرح شنو كان المرض اللي فيتش نوع المرض يوم طلعتي تكلمتي عنه أهو للحن شي مو معروف للحن وصج فعلياً أنا رحت حق واي الدكاترا لا أهو شي جلدي لا الدكاترا الجلدية قدروا يعالجونه ما أحد فاهم وكانوا الدكاترا يشوفوني يخافون يدذوني على بعض قالوا بعدين إن الشي لازم هذا الإشعاع أو ما أدري شنو الشي اللي يعالج بعدها حسيت إن أنا علاجي مو عند الدكتور أنا متأكدة إن الله رح يعالجني وتعالجت بالقرآن وتعالجت لما تقربت من ربي وتعالجت لما عالجت نفسيتي أحس كلها تراكمات كانت أي حساس مثل حساسية في الجلد أو أكثيبة كل الجسر أذكر وعقيل شنو كان مرضك لما ولهت على فرح التعاد يعني مرضك يعني شوية فيه تفعت حرارة أي يعني شوية فيه لا كان كورونا لا كورونا خديت شنو تطعيم 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 فمرضت أي ولما أشوف إلا هي موجودة ما كنا نكلم لا هذا الحب هذا لا كورونا هنا أنا أتأكد إن فرح لأن تحبي فأنا خلاص يعني أنا خلاص تأكد ما عندي الحمد لله أنا ما كان عندي لها اللقطة على الكاميرا عقيل يصور فرح فرح تصور عقيل وين الأصدقاء أو شنو دور الأصدقاء في حياتكم وأقول لك شيء أنا اجتماعي حلو وأنت تعرفين هالنقطة أي واللي انتك وايد اجتماعية بعد وايد فمرات فرح تصير وايد اجتماعية ومرات أنا أصير وايد طوائية لأنهخلاص يعني يعني جابلين بعض 24 و24 في فترة قاعد يقول حك فرح قاعد يقول اعطاف فرح طرت نفسك انت واعي لا انت صرت نفسك اي انا قبل اجتماعي يعني فرح كانت تدري شلون اجتماعيتي كنت اسولف مع الناس وايد احب القعدوي الناس وايد احب اسمع يعني وايد اسمع وما عندي مشكلة واستانس واستمتع انا عندي هذه بالنسبة لي احلمت ان اسمع شخص قاعد يسولف يقول مواضيع وسوالف طرح عكسي تماما فرح تحطين رح يكون عندك الضغابة الفين واربع عشرين استوعبت انه لازم يكون فيه بحياتي ناس لازم لازم وهو يعني كلنا نحتاج بعض نحتاج تجارب الناس اللي بحياتنا نحتاج انه يكون معانا احد يسهل الجورني هذا اللي احنا فيه فقاعش تغلى لهذا الشي والله والله قاعش تغلى عليه صجني كلش مجتمعية يعني رح يشوفك مع انتيم بالمستقبل نالله ان شاء الله هذا سؤال يضحكني بس تتزوج بترتاح الموضوع صج ولا كمين انا بالنسبة لي ترى من وانا يمكن عمري عشرين افكر اتزوج يعني ومن وانا صغير بالنسبة لي انا عندي نقطة وايد حلوة ان انا احب العائلة الاستقرار الاستقرار ودائم اللي تلاحظين ان بعد ادم صارت نفسيتي وايد افضل لسبب لان انا اعشق العائلة وانا من اول سنة ما عندي مشكلة انني خمسة لي جدام لي خمس سنوات عادي كل سنة يا اهل انا ما عندي مشكلة لان اعشق العائلة واحب احب هذه يعني وخصوصا المناسبات انا عندي متعة ذريبة لا تقولي اللي تسافر تستانس تروح لا لا انا عندي اقعد ويا اهلي هذه متعة بالنسبة لي وفرح تشوفني استانس فاشوف الزواج مو راحة الا هو كل شيء كل شيء يعني وراحة طبعا فرح هو راح يمشي صح وراح يكون راحة واستقرار وعائلة سعيدة اذا كانوا الطرفين فعليا اهما مختارين ان اهما يكملون حياتهم مع بعض لو يمرون بشنو وما يصر احد فيهم يستسلم صح ما يصر صح عشان الحياة تمشي وما تدخلون طرف ثالث وعاشر وهذا طبعا احنا في بداية زواجنا ندخل العربات يعني قبل تشغيلة نختم بس ودي اسأل شنو اكثر شيء تستعدون في او تستعيدون في ذكرياتكم القديمة انا عندي اربع جوابه بس اذا فيه جواب انت ومن عندكم شاركوا نيام صور محادثات والاغاني او اي شيء ثاني والله ما ادري حكي الفترة زمنية يعني عطور مختلفة عطر انت حاطتها ولا عطر شميتي على حد لا اكون انا مستخدمتها اكون انه يعني اربطها بهذه الفترة اكون انا مستخدمتها خلاص يذكرني بهالحقبة من حياتي عقيل انا الصور والفيديو والعطر العطر وايد يعني انا اشم عطر يعني اتذكر وانا بالمدرسة فترة الشتاء و وقت و ادري متى يعني لهالدرجة انا شونو كان عطرك وقت المدرسة اه كان وايد افكيل حتى شي ما تقولي تقولي تشونك التحطر من هذا شروه لا ما بيقول اسمي تخيل أنا عطري أنا عطري كان بوس الرجالي تذكرونه كنت أحط منه اللي يكون شفاف هذا قمت لا بس قبله لو أقولك رح تنصع قيل لما في عود وفي وصيف تخيله يعني روعة أنا أقول لا تقول عشان تبيع عطورك بالضبط هذا لا هذا كان يعني قبل بس دائما الريح تذكرني والفيديو أنا وائد ترى أحب أصور وفي ترى أشياء أصورها صورها حقكم كفيديو وائد أنا دائما يمكن لأنه عندي نقص أن أمي ما عندها إلا صورتين حقي بس ترى عندي نقص صورتين والله صورتين وإخواني كلهم صورتين أو صورة بس يحللها لوالدة كانت توزع صورنا وليش يوزعوا أقولهم حق منو؟ توزع صورة حق أهلنا وأناس ما نعرفوا بالبعاد إزاي شبهون بصورتنا إحنا صغار وين صورنا؟ ايه ايه أبي أطالع نفسي وأنا صغير أبي أوري ولدي بصرت أنه وائد أصور فيديو ووائد أصور صور سؤال أخير صراحة أنا يعني وائد مستمتعة ما ودي أخلص أنا بعد ما حصلت بالوقت شنو أكثر شعور يسيطر عليك هذه الفترة؟ الامتنان شنون؟ ممتنة حق كل شيء كل شيء صار معاي كل شيء مشكلة زعل عائق كل هذه الأشياء وصلتني أك هذي فرح اللي الحين قادرة تحقق كل شيء يهي تبيه وقادرة أنها تكون سعيدة ومرتاحة وقادرة أنها تشوف الجوانب الحلوة بالحياة فممتنة حق كل شيء أكيد كل شيء كل شيء يعني صحتي عائلتي سعاتي شغلي كل شيء ممتنان عقيل الاستقرار أكثر هذا شعور المرحلة أحسكم في المرحلة الملكية يعني مرحلة وايد حلوة وايد الله يثمن إن شاء الله شكرا 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 شكرا